سلام لبنائة ان شاء الله ستكونوا بخير كل عام بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف الله يدخل علينا بالخير والسلامة ان شاء الله فيديو نهار اليوم سنقدمه معكم التحلية بتاع البيستاش هذا الوصفة نحتاج الى كمية من البيستاش ندخلها الفرن تتحمس قليلا ثم نرحيها ومن جهة اخرى في كسر ناخد تلك كؤوس من الماء وكأس من السكر ونحتاج ايضا الى 4 ملاعق من الميزينة واثنين اكياس من الفانيلا ونخلط كل هذه المكونات ثم نضيف عليهم البيستاش كما طالحين في الصورة ونخلطهم حتى نتحصل على كريمة متماسكة ثم نحيها من النار ونضيف عليها اثنين ملاعق من ماء الزهر وماء الورد ثم نفرخها في الكؤوس ونحطها في الثلاجة تبرد ثم نعاود نخرجها ونزينها بالمكسرات اي نوع عندكم جوز بلوز او بيستاش او نواة كاجو ونضيع لها شوية نواة كوكو وخوكم هذه المصفة عنها اليوم ومن أشاء الله تنا إعجبكم وخمنا بيدو مقبل انشاء الله في أمان الله وحفوزا السلام عليكم bonjour a tutti, لكم أنه في هذه الفيديو سوف نوود النبا بتشريف في هذه الأقل أن فتح أولا قمة للحصول لتجل في هذا القديم سوف يكون لدينا نحسر به تجل ومزحة في حصول على مرات الناس لسوف يضغب بحذرة يجبس بتأكسرول 3 أبوه 1 أبوه 1 شقر 4 أبوه 2 سمية مللجم ثم نضيف ثم نضيف ومن ثم نضيف ومن ثم نحن نيجة ثم نضيف ثم نضيف وضعا نوع ملعقة جدا ثم نضيف عالية الامر وضعنا نضيف الملعجة لكينا بسرعة وقوم نضيف الماء على الرئيس ثم نضيف من الخطير وضيفة الكوكو وضيفة النفذة سيكون لكينا اليوم اشتركوا في الفتر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة